هذا وقد شهد رئيس السيسي عرضاً جوياً بمطار العالمين الدولية على هامش افتتاحه معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء 2024 حضر هذا العرض القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد سقر ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة وعدد من الوزراء ورجال الدولة وممثلي الشركات والدول المشاركة في المعرض